موسيقى أرحب بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج يرجى الانتباه أعطيكم بعض النماذج أو بعض القصص على الحالات التي تتم إساءة المعاملة معهم أثناء طفولتهم من الأبوين الأطفال لا لديهم القدرة على التعبير عن المشاعر إذا كان مضايق منك أو متألم منك أو مستاء منك أو غضبان منك هم لا يعرف يقول الكلام الذي أنا قاعد أقوله أو الذي تعرفونه تعبرون عن مشاعركم التعبير بالطلاقة اللغوية هي قدرة الإنسان على استخدام عدة كلمات للتعبير عن شيء واحد يعني الإنسان يكون عنده يقدر يستخدم مرادفات وايد كلمات وايد عشان يعبر عن شغلة واحدة فيصير عنده قدرة على وصف هذه الأشياء أو هذه المشاعر من ضمن هذه الأشياء هذه المشاعر الطفل ما عنده يحتاج يكبر شوية من خلال القراءة من خلال المدرسة الواجبات الكتابة مطالعة تعلم من الآخرين لأنه يكتسب اللغة ويبدأ يعرف شلون يعبر عن مشاعره ففي الطفولة إذا كانوا الآباء قسات بالتعامل مع أبنائهم رح ينعكسها والأبناء ما يعرفون يعبرون عن مشاعرهم عن هذا الشعور بالظلم والغضب والخوف والتوتر والقلم من آبائهم رح يطلع هذا في المستقبل أمية في الأمية رح يطلع في المستقبل في بعض التفسيرات على السلوكيات اللي تصير اليوم يعني ليس اليوم في الزمن هذا قصد اللي تصير حق إنسان عمره عشرين خمسة وعشرين سنة ثمانتعش سنة سلوكيات يا أما تكون سلوكيات عدوانية يا أما تكون سلوكيات انحرافية يا أما تكون سلوكيات عبارة عن إيذاء نفس تدمير الذات مثل تعاطي المخدرات مثل أهمال نفسه الدخول في مشاكل قانونية الدخول في مشاكل اجتماعية يعني يسوي لوية هذه لها معنى تقريبا تقريبا نسبة يعني تزيد على التسعين في المئة من الناس اللي يستخدمونها اللي تشدي طريقة حياتهم فيها مشاكل وايد أما انحراف أو سلوك عدواني أو تعاطي في الغالب ترى أهم قاعدين ينتقمون من آباءهم وأمهاتهم بنفسهم يعني أنا إذا أبي أعاقب أبوي أروح أذر نفسي اللي أنا حشاشة يوفا فهذا أكثر ألم راح يعيش أبوي ليش؟ لأني ما قدرت أنا أعبر له عن شعوري أثناء الطفولة لما كان أهوي ألمني يا أما جسديا أو نفسيا تبي أن تقم منك يعني إذا بناخذها بهالصورة ها أرجوكم يرجى الانتباه إذا بناخذها بهالصورة إنسان صاحب قرار أمره ثمانتعش أصبح ناضج جسديا وعقليا فيصير عنده القرار أنه هو يا أما يضر نفسه أو أنه يحافظ على نفسه نزين أبوه وايد قاسية أو أمه وايد قاسية ومو عارف شلون يوقفهم عند حدهم اتجاه قسوتهم هذه فيتوهم بموضوع آخر أوضح المثال أكثر كان عندي واحد عنده مشكلة تعاطي مخدرات ولد صغير مثل الورد عمره عشرين سنة يمكن عنده تعاطي المخدرات إدمان وقعت معاه أتناقش معاه لقيت أنه لحد ما صار عمره ثمانتعش وأبوه طق فيه لحد ما صار عمره ثمانتعش الآن داخله هو لا شعوريا لا شعوريا هو يريد يوقف الطق الذي أبوه قاعد يمارسه معاه أنا ريال أمري ثمانتعش لا يعني أنت الطق فيني لكن لا يمكن يقول هذا حق أبوه لأن أبوه جد وقاسي فشلون يوقف أبوه عند حده يتعاطى المخدرات ويتم اكتشاف التعاطي فالأبو يلهى عن موضوع الطق والسلوك العدواني مع ولده ويقول أوف لا الآن لازم أنا أدير بالي على ولدي وفعلاً راح يدير باله على ولده لكن عقب شنو؟ عقب مع ولده أصبح يضر نفسه أتمنى تكون وضحت بالنسبة لكم أعزائي المشاهدين يعني واحد ثاني عنده جداً سلوكيات عدوانية عنده قسوة وهواش بالفريج ومع الجيران وكل شوي داقين على أبوه وكل شوي مكلمين أبوه لما قاعت معه وتلاقشت معه لقيت أنه من بدأ هذه المشاكل بالفريج ومن بدأ والمدرسين والجيران أبوه توقف عن الطيق فكلما طاح الإنسان بمصيبة كلما صار الإنسان قاسي وعدواني ومنحرف ويعني يرتكب جرائم أو يعني انحرافات بالفترة هذه اللي تم اكتشافها فيها يتوقف الضرب ويتوقف السلوك العدواني بعض الأحيان إيه أول ما اكتشف الأب بيزيد قسوة لكن لفترة موقتها بس يضطر الأم أنها توقفه أو الأهل يوقفونه أو يروحون حق أخصائي يقول لا لازم توقف هالقسوة ما سير التعامل مع هالحدة هذه وبهالعدوانية لازم اضطق بريك فهني رح يوقف السلوك العدواني يرجى الانتباه بعد الفاصل رح نوضح أكثر علاقة الطفولة في التصرفات اليوم وإحنا كبار خلكم معنا في بعض الفتيات يعني هذه الشباب اللي قتلكم عنها قبل الفاصل الشباب اللي عنده سلوك عدواني أو انحرافة وتعاطي مخدرات نزيل ني على الفتيات إذا كانت فتاة تعاني من قسوة الأب أو قسوة الأم والبنت معروفة يا جماعة أنها صديقة أبوها وحبيبة أبوها معروفة فإذا فقدت هذا الحنان وهذا الحب من الأب وهذا الاحتواء ولقيت قسوة من ناحية الأب ولقيت قسوة كذلك من ناحية الأم ألاحظ وهذه ملاحظة شخصية مو دراسة ملاحظة شخصية ألاحظ أن الفتيات اللي يتمسكون في زيجة فاشلة يتمسكون بزوج سيء يتمسكون بزوج عدواني يتمسكون بزوج استغلالي يكون هذه علاقتهم السابقة مع أبائهم أو أمهاتهم لماذا؟ لأنها طول عمرها لم ترى حنان طول عمرها لم ترى احتواء فلما تزوجت طبيعي في بداية أي زيجة يكون هناك احتواء وحب وتقارب وحميمية تكون داخل البيت وبتطلع ويتمشون ويدهم مع بعض تكون هم كناري هي فاقدة هذا الإحساس هي لم ترى هذا الإحساس لم أعاشتها هذا الإحساس هي ممكن أبوها صاحب خيزرانة إلى الشطها فيها ممكن أبوها صاحب طراقات ممكن أمها إنسانة قاسية لا تستخدم المشاعر ناحية بنتها ممكن فهي لما لقيت هذا الزوج اللي تعامل معها في أول بداية الزواج تعامل لطيف تشلبت فيه مع الوقت لو كان هذا الزوج سيء لو كان هذا الزوج استغلالي لو كان هذا الزوج عنده سلوك خبف الظلم تمسك فيه خوفا من فقدان هذه العاطفة وهذا الحنان عشان تذين يون بنات رغم أن الزوج جدا سيء ما أبوها خيانة ما يخون ما أبوها نصبة ما ينصب عليها ما أبوها قرض مماخدة على ظهرها ما أبوها طائق موطاقها بس والله حنون يعني اسموع الإطاف يا إبلي وردة بعيد ميلادي يا إبلي هدية لو تشوف الهدية والله يزوق قلبك عليها صج والله والخمسين ألف اللي ما أخذها وقاعدت سددين أقصادها أنت يرجى الانتباه أخواتي الأفاضل شوية ما يخالف شوية نكون عقلانيين وحكماء في الحكم على الأمور اللي قاعد تصير في حياتنا اليومية مو شذيه في علاقاتنا مع الناس مو بهذه الطريقة ترى مو على أبونا راضاني بكلمة حلوة أو بسوار ذهب أو حتى رأب شنو وهو بالمقابل قاعد يكفخ فيني الليل مع النهار ولا قاعد يعملني معاملة سيئة ولا هو مستغلني استغلال قانوني ممكن يسجني أنا قاعدة متوجسة ممكن في أي لحظة أدش السجن بسبب أوراق أخوة سواها معاي تقوليني أخوة طيب هذا بسبب أنها فقدت الطيبة والحنان والعاطفة في بيت أبوها من طفولتها لذلك يرجى الانتباح سواء كان هذا الطفل ولد أو كانت بنت ضروري جدا أننا نقعد معاهم أوكي أعطيكم بعض الحلول بعض التبس كحلول وايد مهم أننا نقعد مع الأبناء ونعلم يعني أخوة ما تعلمها مو تدريس يعني تقول له شرايك فيني بابا شرايك بالحركة اللي سويتها فيك شذي أو هالكلمة شنو بدك تقول لي تحاول تترى بالكلام بحيث أن يطلع اللي بداخله ناحيتك بدون تقليل من الاحترام مع المحافظة على الاحترام لك مع محافظة على مكانتك كأب ومكانتك كأم وهو مكانتك كابن ولكن نعطي المجال نعطي المساحة أنه يعبر عن مشاعر عشلون أن نحن نير مننا الكلام نعطيه الأمان لما يتكلم ما نحسسه بالخوف وهو يتكلم ولازم ننتبه على تعابيرنا لما يقول شيء مزعج بالنسبة لنا ومؤلم بالنسبة لنا ضروري أن نظل نحافظ ونتمالك أعصابنا علشان لا يحس أنه هو جرحنا و يسكت و ينهي الموضوع لا نحن نبي يظل يعبر عن مشاعره هذه الحركة لو سويناها كل شهرين ثلاثة شهر مع أبنائنا واق مهمة تفتح مجال ديمقراطي داخل البيت أن الأبناء يقدرون يعبرون عن مشاعرهم بكل حب و بكل احترام و بكل قبول يدرون أنه لا يوجد عقاب لما أنا أعبر عن مشاعره أحد يعبر عن مشاعره يتعاقب يا جماعة أحد يقول حق واحد أنا أحبك يتعاقب ترى نفس ما أقول أنا أحبك أقول أنا زعلان منك هذه مشاعر وهذه مشاعر لماذا هذه أتعاقب عليها وهذه ما أتعاقب عليها لا أنت شذي قاعد تعلم أنه ينصب أنه حتى وهو مضايق منك يبي يكسبك يقول لك أنا أحبك بينما هو مضايق منك فتخليه استخدم هذا الطريقة كتوجه بحياة اليومية مع الناس ما يقول مشاعره الحقيقية لا ولا ضايقت منك بالفعل ضايقت منك عزيزي أنت جرحتني في هذه الكلمة أنت ضايقتني في هذه الحركة أتمنى يا يبا تكفى الله يخليك حبيبي يبا تبوس راسه ما تسوي معاي هذه الحركة جدام ربعك بالدوانية أو جدام ربعنا بالدوانية يبا والله انحرجت ذاك اليوم أيدي قامت ترجف وأنا أصب بالقهوة أيدي قامت ترجف وأنا أقدم الشاي تكلمة باحترام أنت ما قللت من احترام الوالد ولا يعني جرحته في كلمة ولا هذه الأمور لازم نتعلمها من الطفولة ونعلمها أبنائنا من طفولتهم رقم اثنين البنت هذا الولد البنت البنت يا جماعة لازم تحتويها أنت كأب نموذج أبوي نموذج ذكوري مو أنثوي أنا ما أتكلم عن الأم أتكلم عنك كأب لازم تحتويها لازم تطلع معاها تمسك إيدها تمسح على إيدها مهما كان عمرها خو بنتك هذا في أبهات عرفهم يطلعون مع بناتهم عشاء يقعدون يسالفون يضحكون تشوفهم كأنهم أزواج تقولها لكم لكن بنتك ليش لأن هذا حكيم إنسان ذكي وحكيم وواعي يعرف شلون يتعامل مع أبنائه وتلاقي الأبناء في كامل صحتهم النفسية فيرجى الانتباه على مثل هذه التفاصيل الصغيرة من الطفولة علشان نتفادى المشاكل بالكبر ونحافظ على أبنائنا ويعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر